بدأنا نشوف شكل تجسيد لملعب نادي الحسين وهذا ربما يكون إنجاز غير مسبوق على مستوى كرة القدم الأردنية على الشكل اللي شفناه ندخل بالتفاصيل معك أستاذ عامر شوف كل نجاح أنا باعتبره يأتي من رحم المعاناة السنة الماضية قلناها أكثر ممرة في أكثر من منظر إنه نادي الحسين يفتقر إلى ملعب بيتي أو إلى ملعب تدريبي حتى ملعبنا اللي موجود إنا مش إنا هو ملعب مشترك بيننا وبين أشقائنا في نادي العربي صحيح فحتى هذا غير مكتمل ولا يعني لا يوجد فيه أدنى مقومات الحسس التدريبية العادية للفئات العمرية حتى مش للفريق الأول الشباب اللي اشتغلوا معنا واللي لعبوا معنا في الموسم الماضي عانوا كثير في أيام البرد ورمضان وبعد رمضان ما في مكان في الوضع اللي احنا كنا فيه فاحنا قلنا اليوم قاعدين نتكلم عن احتراف بنتكلم عن مديونيات صفرية بنتكلم عن تطور في البرامج الإلكترونية بنتكلم عن نادي بلا ورق بنتكلم عن إنجازات أصبحنا نحصلها على أرض الواقع فلا يعقل إنه يجيني واحد من برا أو جهة خارجية وانت ما عندك ملعب وأنا ما عندي ملعب بيتي أو مبنى متكامل أقدر أنا أكمل فيه الجزء الاحترافي اللي بخص الباعبين فجينا بالفكرة هذه الملعب يعرض معك صوره نعم واضح أنت شرحنا عادي برا نجينا احنا بالفكرة الاحترافي على هذا المبنى والمبنى هذا بتكون من عدة طوابق جميل تمام الطابق الأول هو عبارة عن غرف غيار اللاعبين مجهزة بالكامل بأحدث الوسائل والراحة لللاعبين وستسمى كل قاعة باسم أحد الشخصيات سواء اللي خدمت نادي الحسين أو من محاضرة الربد من الرجالات من رجالات الربد نعم اللي يستحقوا فعلا أنهم يكون لهم رمزية دائما في المكان لفل تو اثنين عندنا الجم جم كبير أيضا لللاعبين واحتمال فتحه أيضا للجمهور برسوم رمزية حتى أنه يأخذ النادي الطابع الاجتماعي اللي هو اللي هو نبني عليه جميل أيضا في هناك الجناح اللي احنا اشتغلنا عليه اللي هو جناح الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي خلق بدنا نحكي عليه فيه هو جناح طب بنقول جناح بنكمل عليه بنكمل أيوة كم مشجع يتسع هذا هل يستقبل مباريات رسمية لا هذا بس فترات تدريبية فترات تدريبية شايفي مدرج أنا هذا مدرج بيقول تقريبا ألفين مشجع راح يكون طبعا ممكن نحاوله للفئات الفئات تلعب عليه فئاتنا العمرية رسميا لكن الفريق الأول صعب لأنه صحيح لأنه عنده غير جاهز وما وصل للستاندرز اللي معروف على السلسة أنه يلعب على بيتي طريقة بناءه هل تلك مشاريع أخرى طريقة بناءه طريقة بناءه تركيب أنا مش عارف يعني لا هو ستيل استركتشور ستيل ستيل استركتشور ستيل استركتشور لأنه أسرع للبناء فواعد اسمنتية طبعا ستيل استركتشور وكلادينج وزجاج وراح يكون سريع جدا في البناء يمكن أن يأخذ تسع شهور إن شاء الله أنا سألت لي ثابو عباد لما أجريت مع اعتصال سابقا عن التكلفة وحسيت أني أنا وردت بالسؤال فما بعرف هل هو ما فيه تكلفة ولا فعليا هو لسه التكلفة غير معروفة أنا ذكرت قبل فترة وبرضا عبر شاشتكم اللي كثير أنا كنا لكل الاحترام ونتقدم يا مرحب أنه في عنا رعاية بمليون دولار رعاية خارجية بمليون دولار للنادي كانت مشروطة كانت مشروطة بالمشاركة الأسوية إحنا قلناهم لا دفعوها دفعوها خلص يعني دفعوها يعني خلص ستكون هي التمويل ستكون هذه تمويل للمصاريف الرئيسمالي اللي من ضمنها أيضا مشروعنا اللي نحن نشتغل فيه والمشروع الثاني اللي هو أكاديمية نادو حسين هذا ما أعلنت عنه هذا لسه ما أعلننا عنه بس هذا بخص مشوارنا اللي رحنا فيه على أوروبا